اطلاق مؤشر العربي للأمن الغذائي اطلاق هذا المؤشر يعني في ظل وجود مؤشر عالمي للأمن الغذائي بسم الله الرحمن الرحيم أمسي عليكم بالخير واشكركم على هذه الاستضافة طبعا مثل ما تعرفون الحق في الغذاء يعتبر من الحقوق الإنسانية الأساسية وفي المرحلة الراهنة أصبح هذا الحق من الأولويات القصوى بسبب طبعا تداعيات الأزمات العالمية مثل الجائحة أو الحرب الروسية الأوكرانية وغيرهم فمن هذا المنطلق جاء مشروع اطلاق مؤشر عربي للأمن الغذائي من أجل الوقوف على مشكلة تحقيق استدامة الغذاء لدى عدد من الدول العربية خاصة الدول التي موجودة بمرتبة متأخرة في المؤشر العالمي للأمن الغذائي فبالتالي هذا المؤشر سيسهم في تعزيز مرتبة بعض البلدان العربية والاستفادة من البلدان المتقدمة في الترتيب أما فيما يتعلق بالأثر المتوقع من المؤشر فالعمل بالمؤشر لن يقتصر على وضع ترتيب للبلدان وإنما سيجري تقديم تشخيص للمشكلة إن وجدت مثلا عرض الدراسات والأحصائيات والدعم المناسب لتعزيز الأمن الغذائي لدى البلدان التي تواجه مشكلة في تحقيق استدامة الغذاء فمن المهم أيضا أن أؤكد أن المؤشر هو آلية عربية تعتمد المعايير الدولية للوقوف على مؤشر الأمن الغذائي في البلدان العربية وبإذن الله سيتم التعاون في تنفيذه مع المنظمات المتخصصة في الأمم المتحدة مثل الفاو وإيفاد وأيضا المنظمة العربية للتنمية الزراعية نعم سعرة الدكتورة جهد الفاضل عضو مجلس الشورى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان شكرا لك